السلام عليكم متابعينا الكرام في الفيديو ده نتعرف مع بعض على ازاي تاخد سكرين شوت او صورة لشاشة الكمبيوتر او اللابتوب الموضوع بسيط جدا بنروح هنا في اسفل يسار الشاشة عند السيرش او البحث بنضغط عليها و بنكتب هنا سنيبنج تول نتظهر معانا بنضغط عليها نفتح معانا المربع اللي احنا شايفين قدامنا ده عندنا هنا خيار مود اللي احنا شايفينه ده بنضغط عليه طبعا عندنا مجموعة من الخيارات ممكن تعمل فري اه فورم اه سنيب لو عايز تاخد شكل كروكي من الشاشة او لو عايز تاخد الشكل اه على شكل مستطيل او مربع او لو عايز تاخد جزء معين من الصورة او لو عايز تاخد فول اه سكرين سنيب فاحنا دلوقتي هنجرب مع بعض اللي هو الريكتانجولر هنضغط عليه وبالتالي الشاشة هتتحدد معانا بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده هنوقف عندي بداية الجزء اللي احنا حابين ناخده سكرين شوت ونضغط كليك شمال على الماوس وليكن ده بداية الجزء اللي احنا حابين ناخده سكرين شوت وهنضغط كليك شمال على الماوس وهنبدأ نسحب زي ما احنا شايفين كده هنبدأ نسحب وينحدد الجزء بالشكل ده وبعدين نرفع ايدنا من على الماوس وبالتالي الصورة اصبحت موجودة معانا بالشكل ده علشان نحفظ الصورة بنطلع فوق عند خيار فايل وبنضغط على خيار سيف اس اللي موجود معانا وبنختار طبعا المكان اللي احنا حابين نحفظ في الصورة وليكن ديسك توب وبتضغط على سيف وين دلوقتي هنقفل دي وين نروح على الديسك توب هنا زي ما احنا شايفين الصورة اصبحت موجودة معانا لو ضغطنا عليها زي ما احنا شايفين فتحت معانا بنفس الابعاد اللي احنا قصناها بها ده كان فيديو النهاردة ارجو لو الصفات من الفيديو مش مشترك في القناة تضغط دلوقتي على زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات لان كل يوم عندنا فيديوهات ومعلمات جديدة ان شاء الله ستنالي اعجابكم وشكرا جزيلا على المتابعة